تنهش القرارات والأفعال الإسرائيلية جسد الفلسطينيين المتمثل بأرضهم من خلال سلسلة مشاريع وقرارات كان أخرها قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماجين في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من الإدارة المدنية إجراء وصف بأنه الأخطر الذي يمهد لضم الضفة الغربية بشكل صامت بمعنى أن مسؤولية هذه المستوطنات ستصبح مباشرة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا يغير الوضع القانوني السائد باعتبار الضفة محتلة والتي كان بموجب هذا القرار يسود القانون العسكري على المستوطنات ولو نظريا الآن يتم تحويله إلى الإطار المدني تماما لكيان الاحتلال هذا ضم حتى لو لم تقل إسرائيل علنا أنها ضمت ولكن هذا ضم فعلي وتقول وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ أن الإجراءات الفلسطينية ردا على هذه الخطوة مستمرة في سبيل محاكمة قادة إسرائيل الحراك سيكون على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي لمواجهة هذه الحملة نفتالي بنت طبعا ضمنا لنفسه مكانا واضحا على قائمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية الحراك الآخر سيكون داخل أرواقة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى هذا الاحتلال يعيد بشكل صريح تماما كل المضامين والمفاهيم العنصرية لاحتلال كولونيالي للأرض الفلسطينية ينفي وجود الشعب الفلسطيني يتنكر لكل حقوقه وبالتالي لا مفر من مواجهة هذا الاحتلال بالمزيد من النضال والوحدة الوطنية ومن شأن القرار الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بتسجيل أراضي في الضفة الغربية في وزارة القضاء رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني إسرائيل مما سيمكنهم الاستفادة من قروض مالية تجعل من البناء الاستيطانية تضاعف وإكل الأخضر واليهبس مما تبقى من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بين توعد نتنياهو بضم الأغوار وقرار وزير الجيش نفتالي بنت بدراسة تسجيل أراضي الضفة في وزارة القضاء بدلا من الإدارة المدنية يعني أن إسرائيل لا تقيم وزنا لقرارات الجنائية الدولية من وجهة نظر الكثيرين خطوة إسرائيلية قبل نهاية العام تنظر بأن القادم أصعب على الأرض الفلسطينية ضيعوا شيئا الغد رام الله